ايام قلائل على انتهاء السنة المالية الملغمة بالعدز والقروض وبانتظار ولادة سنة اخرى تشير التوقعات بانها ستكون متقلة ايضا بالعدز والديون ومع قربي بدء السنة الجديدة تزداد المخاوف من دخول العراق بغيبوبة اقتصادية يكون المتضرر الاول منها اصحاب الدخل المحدود وتأخير رواتب الموظفين موضوع الموازنة سيتأخر كثيرا وانا حقيقة بدأت تساورني الشكوك في عدم اقرارها للعام القادم يعني انا اتوقع لان تقر هذه الموازنة بفعل مجموعة من العوامل اولا لحد هذه اللحظة لم تتسرب البيانات التي تضمنها هذه الموازنة وفق تقديراتي اذا كانت تزيد عن 85 تريليون من الصعب تمريرها اما اذا كانت اكثر من 100 واتوقع ان بال130 لان اتحدث السيد وزير المالي ان هناك عجز بعد 60 مليار دولار او 60 بالمئة 60 مليار بالضبط فمن الصعب جدا تمريرها هذه الارقام كبيرة وصادمة ومن اين ستأتي مصادر التمويل لتمويل العجز بجعبتها تحتفظ الحكومة بمشروع الموازنة حتى الان تأخير تلو التأخير سيضع الموازنة على سكة التعقيد فبعد ارسالها من الحكومة الى البرلمان ستدخل مراحل المناقشة والتدقيق والاعتراض والحف والتعديل بمدة لا تقل عن الشهرين تأخير الموازنة يعني الضغط على البرلمان بعدم اخذ الوقت الكافي بمتابعة ومراجعة الامور المالية وكذلك ربما عدم درج امور مهمة في هذا القانون ذلك هناك طبعا تقصير واضح في قانون عدم مصول قانون الموازنة الى البرلمان العراقي لحد الان والمناقشة في اللجنة المالية وفي تسريب لمشروع الموازنة الجديدة سيكون العدز فيها 58 تريليون دينار في حين تقدر الارادات المالية ب91 تريليون دينار واحتساب الارادات المخمنة من النفط الخام ب42 دولار للبرميل الواحد ما تسرب تعودت على سماعه اذان الجميع في كل موازنة لكن ما اثار الذعر والخوف هو وجود فقرة يحتسب فيها سعر صرف الدولار ب145 الف دينار مقابل كل مئة دولار جابر جمال قناة رشيد الفضائية بغداد